حصل معهد الكويت الأبحاث العلمية على براءة اختراع لتحلية مياه البحر تستهلك ربع الطاقة التي تستهلكها محطات تقطير المياه الحالية كما يوفر النظام الجديد كلفة ناقل في السيانة والموارد التشغيلية لمحطات التقطير التفاصيل في تقرير مراسلنا سعاد العنزي هذه المنشآت العملاقة لتحلية مياه البحر تنتج نحو ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا لتشكل المصدر الأساسي للمياه العذبة في الكويت وهي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لإنتاجها ومبالغ طائلة لصيانتها فبعضها يعمل بالنظام الحراري أو التناضح المباشر أخرى بتقنية التناضح العكسي الأقل كلفة لكن تكلفة إنتاج هذه المياه حتى ولو بقل التقنيات تكلفة تبقى مرتفعة جدا لتأتي الحاجة لنظام جديد نظام اخترعه الدكتور منصور التميمي ونفذه وفريقه البحثي من أحد الكويت لأبحاث العلمية على أرض الواقع نظام يعمل بربع الطاقة التي تعمل بها محطات التناضح العكسي جئنا بمفهوم علمي جديد استطعنا من خلالها تغليل هذه الضغوط بدلا من تكون ستين نزلناها إلى الخمستعش ضغط جوي قمنا بدمج نظريتين وهي تحديدا نظرية التناضح العكسي والتناضح المباشر في غشاء واحد وتطبيقا لهذا الاختراع تم إنشاء وحدة تنتج ثلاثين ألف لتر يوميا لاختبار كفاءة الاختراع عمليا ومعرفة جدواه التشغيلية نتائج قال القائمون عليها أنها أثبتت نجاح النظام ليكون لبنة لإنتاج تجاري كبير سيكون هناك خفض في التكاليف الرأسمالية للوحدة سنتفادى مشاكل الترسبات الملحية سوف نقلل أيضا المشاكل والانسدادات التي تحدث للأقشية سنخفض من كميات المواد الكيميائية التي تستخدم في عمليات المعالجة الأولية للوحدة كما يمكن النظام الجديد المنخفض لاستهلاك للطاقة من استخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في تحليات المياه كما أن صغر حجم نظام الجديد مقارنة بالأنظمة الحالية يوفر مساحات كبيرة من الأراضي التي تشغلها محطات التحليات الحالية يوفر الطاقة والمال ويمكن من تحليات المياه من خلال الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة اختراع سيحدث ثورة في تحليات ملاه البحر شريان حياة معظم دول الخليج سعدانيزيس كانوس عربية الكويت معنا من الكويت ومدير برنامج تقنية تحليات المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور منصور التميمي أهلا بك دكتور منصور معي في برنامج المساء دكتور منصور بداية يعني أريد أن أسألك نريد أن نبسط الأمور على المشاهدين ما الذي يوفرها هذا التكنولوجيا الجديدة براءة الاختراع هذا هل ممكن شرحها بشكل مبسط وأيضا أريد أن أسألك هل ممكن تعميمها على الدول الصحراوية الأخرى والتي لا تملك موارد مائية عذبة أشكرك أول شيء بداية على هذا اللقاء طبعا إحنا من خلال هذه التغنية المبتكرة التي غام بتنفيذها مع الكويت الأبحاث العلمية وتحديدا مركز أبحاث المياه إحنا ابتكرنا طريقة ومفهوم علمي جديد يعتبر اختراق علمي في مفاهيم تحلية المياه استطعنا من خلالها تخفيض الضغوط الهيدروليكية لما نقول الضغوط الهيدروليكي نعني فيها الضغط التي تنتجها المضخة التشغيلية لوحدة التحلية هذه متعلقة في النظم الغشائية النظم اليوم المتوفرة في الأسواق العالمية والتي تنفذ على هيئة محطات سواء مختلفة التسعات لها طبعا هي تستخدم ضغوط مرتفعة منظومة التناضح العكسي تستخدم ضغوط تتفاوت ما بين 60 إلى 70 ضغط جوي لتحلية مياه البحر نحن من خلال هذه الابتكار العلمي استطعنا تخفيض هذه الضغوط لتحلية مياه البحر لتصل إلى 15 ضغط جوي تخفيض الضغط التشغيلي لوحدة التحلية تنعكس إيجابا في خفض الطاقة المستهلكة لتشغيل وحدة التحلية أما بخصوص سؤالك في الشقة الثانية من السؤال طبعا نحن من خلال هذه المنظومة هي من الممكن أن تنفذ في المناطق النائية ومن الممكن أن تنفذ على سعات مختلفة سواء كانت على وحدات متنقلة أو ثابتة من الممكن أن تكون لها فوائد ومزائيا كثيرة في حال تنفيذها أيضا في هذه المناطق طبعا من أهم المزايا خاصة إذا كانت المناطق النائية لا تتوفر فيها طاقات أو طاقة كهربائية من الممكن أن تعمل هذه المنظومة يتم ترابطها مع الألواح الشمسية ليتم تشغيلها مميزاتها في حال تخفيض الضغوط التشغيلية لمنظومة التحلية تعني عكس إيجابا في خفض المساحات التشغيلية المطلوبة للألواح الشمسية طيب دكتور منصور إذا ما استخدمنا ألواح هنا بالنسبة للقدرة التشغيلية لليوم الواحد كم سيتم توفير من القدرة الكهربائية طبعا الحسابات الأولية التي تبينت معنا حاليا نستطيع أن نخفض حوالي ثلاثة أضعاف مغارنة مع المنظومة الغشائية للتناضح العكسي هي حاليا الحسابات الموجودة طبعا نحن قدرنا ننفذ هذه الوحدة وتقديم البرهان العلمي للنظرية العلمية التي استحدثناها هذه النظرية طبعا تعد جديدة لا تدرس في الجامعات لم تقدم على هيئة أوراق علمية سواء في مجلات علمية محكمة أو في الورش العالمية أو العلمية العالمية وأيضا في المؤتمرات هذه طبعا نحن لما قمنا بتسجيل براءة الاختراء هذه تعد بحدث هذا اختراء علمي جديد غير مسبوق لم تقدم من أي شخص نريد مواجهة تحدي حقيقي عندنا في دولة الكويت وأيضا دول الخليج ليس بمنأة عن التحديات التي تواجهها دولة الكويت في الشأن المائي نحن بالكويت نعتمد اعتماد كله على تحلية مياه البحر لإنتاج المياه العذبة ولكن هناك تحديات حقيقية سواء كانت متعلقة في الجوانب الاقتصادية عملية التحلية طبعا كلفتها جدا باهظة أيضا هناك تحديات أخرى متعلقة في الجوانب البيئية على اعتبار أن هذه المحطات تطرد مياه ذات ملوحة عالية وهي لها أثار سلبية على البيئة وأيضا الجوانب الأخرى المتعلقة في الجوانب الفنية لأن هناك حتى الأنظمة اليوم المتوفرة عالميا جميعها تواجه تحديات فنية مشاكل مثل الترسبات ومثل أيضا الانسدادات التي تحدث وغيرها من مشاكل أخرى هل دكتور منصور هل ستخفض الاعتماد على باختصار شديد على الطاقة يعني على النفط على الموارد الأخرى الطبيعية طبعا إحنا مثل ما ذكرت إذا إحنا استطعنا تخفيض الضغوط التشغيلية المطلوبة لعملية التحلية معنى ذلك سوف يخفض التكلفة التشغيلية خفض التكلفة التشغيلية تعني هناك فرص ممكن أن تتاح لتطبيق أنظمة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية معنى ذلك أننا نستطيع أن نخفض المساحات المطلوبة لعملية التحلية أيضا لو حتى تم ترابطها في تشغيلها كهربائية أيضا مثل ما قلت لك أنه ممكن أن نخفضها مقرنتا مع أنظمة تخليق بحيث أنه ممكن ثلاث أضعاف منه ممكن أن يتم تخفيضها أشكرك جزيلا على كل الأفكار كان معي من هناك من معهد طبعا مدير المعهد الكويت مدير برنامج تقنيات تحلية المياه في معهد الكويت لأبحاث العمية الدكتور منصور تميمي شكرا جزيلا لك